بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى كل المهتمين بالتقديم لمعهد ضباط الصف المعلمين بنتناول مع بعض سلسلة جديدة على قناة اللوجستيات بالعربي لان احنا مهتمين بمعهد معاون الامن لكن اذا لقينا اقبال على معهد ضباط الصف فانا هكمل معاكم السلسلة دي مدى اهتمامك ومدى تفاعلك مع الفيديو ومدى مشاركتك للفيديو ومدى التفاعل هخلينا نستمر معاكم نقدم كل ما يهم معلومة تهم معهد ضباط الصف احنا نبتدي مع بعض الايام القراءة القادمة ان شاء الله كلها ايام قليلة ويفتح باب التقديم لمعهد ضباط الصف يعني خلاص كلها ايام بس يعني منتظرين انه تحدث العسكري ان يطلع بمؤتمر صحفي علشان يعلن عن فتح باب التقديم فانتظر اذا كنت متابع فتكتب لنا متابع عشان خاطر بعد كده نتابع معاك السلسلة دي وهنقدم لك كل معلومة تخص معهد ضباط الصف هننزللك في الفيديو القادم اللينك بتاع التقديم ووقت ما يفتح باب التقديم بالزبط يعني ما احنا لسه التقديم ما فتحش رسميا لكن انت بتجهز من دلوقتي ايه هي البيانات والاوراق المطلوبة منك للتقديم على النت اول حاجة مطلوب منك التقديم الرقم القومي الرقم القومي وده بيكون للطالب بالنسبة للضباط الصف ما يقلش عن 16 سنة لازم يكون بلغ 16 سنة الرقم القومي بتاع البطاقة بتاعتك الاسم الكامل رباعي تاريخ الميلاد الديانة سواء مسلم او مسيحي فصيلة الدم بتاعتك محافظتك المركز العنوان رقم المحمول للطالب ده اللي مطلوب منك سنة الحصول على الاعدادية لابد انك انت تكون حاصل على الاعدادية والاعدادية اللي الدفعات السابقة كلها المجموعة لا يقل عن 60% يعني اقل من 60% مجموعة حضرتك ما تفكرش انك انت تقدم عشان هو المجموعة 60% بعد كده في بقى بتكتب تخصص الاعدادية ان كان عام ولا ازهاري ولا مهني في طبعا عندنا اعدادية المهنية والاعدادية الازهارية وفي الاعدادية الاعدادية عامة هتكتب تخصص الاعدادية بتاعتك واسم المدرسة الاعدادية ده مطلوب منك برضو في البيانات اللي هتبقى موجودة على الموقع تتحضر الحاجات دي رقم جلوس الطالب بتكتبه برضو دي البيانات المجموعة بتاع حضرتك اللي احنا قلنا عليه والنسبة المقوية تبديلت تتحسب ازاي بقى المجموعة دوت وبنتاع حضرتك جاب كام كنت جاب مثلا كام من 180% في العدادية طيب مثلا بتيجي انت بتيجي انت جاب مثلا 210% 210% في كام في 100% على 280% كده بتجيب النسبة المقوية بتاع حضرتك بعد كده درجة اللغة الانجليزية مطلوبة منك انت كنت جاب كام في الانجليزي الرقم السلاسي ده اللي هو رقم التجنيد ده ما تجيب شهادة الميلاد هتلاقيه في الشهادة اللي هو من تحت كده تلت ارقام كده ده الرقم السلاسي اللي هو بتاعك بتاع التجنيد ده مطلوب منك طبعا في ناس ممكن تكون عندها 25 سنة لحد 25 وم 16 لحد 25 انت بجيب موقفك من التجنيد موقفك من التجنيد ده تكتب ايه فيه بقى يعني فيه خانة بيبقى موقف من التجنيد موقف التجنيد ده بيبقى مجند او لا يعني اعفى اخد اعفاء او لم يحل عليه الضور حاجة من التلاتة دول مجند او اه اخد اعفى او لم يحل عليه الضور يعني لسه مجاش موعده في التجنيد نشر الجالة ده بالنسبة للمعلومات اللي موجودة عندنا ربنا وفى الجميع ارجو ان كنتوا تكونوا كده فهمتوني اللي حط لايك للفيديو هنتابع مع بعضنا ان شاء الله بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته